تنظم تنسقية شباب الأحزاب وسياسيين صالونا نقاشيا حول أهم مخرجات جلسات الحوار الوطني النظام الانتخابي ومكافحة التمييز وذلك في إطار الفعليات التي نظمتها التنسقية حول القضايا المطروحة ضمن الحوار الوطني وتدور الجلسة الأولى من الصالون حول كيفية القضاء على أشكال التمييز بين المواطنين في مصر وتتناول مناقشة عدة محاور منها التشريعات المطلوبة والاستحقاقات الدستورية الواجب تطبيقها والقوانين التي تحتاج للتعديل لمواجهة كل أشكال التمييز والخطوات التي اتخذتها الدولة لمكافحة التمييز وتناقش الجلسة الثانية النظام الانتخابي بمجلس النواب في ظل الضوابط الدستورية وتتناول محاور أبرزها الجدل بشأن النظام الانتخابي الأمثل سواء القائمة النسبية أو المطلقة